أعربت مصر عن خالص تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من الأقليم والمدن المغربية مما أسفر عن سقوط مئات من الضحايا والمصابين ووقوع خسائر مدية كبيرة وأكدت وزارة الخارجية تضمنها الكامل مع المملكة المغربية حكومة وشعبا في مواجهة الآثار المدمرة للحادث المروع والمصاب الأليم وأعلنت الخارجية أن السفرة المصرية في الرباط شكلت خلية أزمات للتوصل مع الجمعيات والروابط الخاصة بأبناء الجالية المصرية في مختلف المدن المغربية للاطمئنان على أوضعهم مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي ضحايا أو مصابين من أبناء الجالية المصرية حتى الآن ونوهت الخارجية إلى أنها تواصل التنصيق مع السفرة المصرية في الرباط لمتابعة الموقف على مدار الساعة مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن